السلام عليكم ورحمة الله أحبتي في الله سعيدة بلقائكم في يوم الجمعة أتمنى أن يجدكم في أحسن الظروف والأحوال وصلى الله وسلم على سيد الخلق وأشرف المرسلين فيديو الجمعة كما تعودنا جميعا ودائما هو فيديو الوصفات الطبيعية بامتياز وأكرر دائما عندما أقول وصفة طبيعية فهي وصفة طبيعية 100% أغلب الأحيان تكون وصفات القناة منزلية طبيعية كما قلت والجميل أنها وصفات تأتي بالنفع ويعني تظهر النتائج من خلال الاستعمال المتكرر لهذه الوصفات فأنتم تعلمون جيدا أنه سواء كنا نعتمد وصفات طبيعية أو نعتمد منتوجات فكل هذه الأشياء تحتاج منا لصبر ومداومة ووقت حتى نرى المفعول على البشرة وليس هناك منتوج أو وصفة طبيعية معجزة تعطي النتائج فورية لكن هناك استثناء اليوم وعلى غير العادة تقول لكم أختكم وفاء أن وصفة اليوم تعطي النتائج هائلة ابتداء من ثلاثة أيام بحكم أن وصفة اليوم سنستعملها بشكل يومي نعم بشكل يومي لأنها تخص منطقة حساسة ومهمة في جسمنا وهي منطقة محيط العين أو العينين بصفة عامة فوصفتنا تحتوي على مكونين موجودين بالبيت فلن نحتاج للبحث عنهما مكونين طبيعيين وهائلين جدا جدا لهذه المنطقة الحساسة فالمكون الأول أهم أهم عنصر وأهم مادة به والتي لها فوائد هائلة وجيدة على العينين وهو يحتوي على مكون مضادات الأكسدة وأنتم تعلمون جيدا قيمة وأهمية هذه المادة للبشرة ككل ولمحيط العين خاصة والجميل في هذه المادة هو أنها تخترق العين لتصل إلى أنسجتها فتترك لنا تأثير الجيد والجميل لمضادة الأكسدة فتخلصنا من انتفاخ العين وحمرارها وكذلك تخلصنا من الهالات السوداء وهذه المسألة أقولها لكم عن تجربة لأنني فعلا ابتداء من اليوم الثالث لاحظت تحسنا كبيرا في محيط العين وأن الهالات السوداء التي كانت معي خفت بنسبة تقريبا ستين في المئة إن لم أقل أكثر يعني واحد سبعين في المئة تقريبا ما بقى تشدوك الهالات السوداء بينين تحت العين ومددك المنطقة كتبيضلية فاقتداء من الاستعمال الثالث ثلاث مرات استعملت هذه الوصفة فأعطت هذه النتائج وقررت أن أشارككم إياها وأن أعتمدها كبرنامج يومي للعناية المكون الثاني بهذه الوصفة يحتوي على مجموعة من المعادن مجموعة من الفيتامينات والأهم أنه يحتوي على كمية كبيرة كبيرة جدا من الماء إذن فهو يعتبر مرتب هائل لمنطقة محيط العين وللبشرة بصفاء عامة كذلك يحتوي على مادة البوتاسيوم يحتوي كذلك على مواد قابضة فلذلك فهو ينشط البشرة وينشط محيط العين فتنشط بالتالي الدورة الدموية ولا يعني تختفي بذلك التجاعد وتختفي الهالات السوداء ويختفي انتفاق العين فهو كذلك فهي كذلك مادة مهدئة مخففة أو مزيلة للإحمرار تزيل كذلك الإجهاد الذي يكون محيطا بالعين وتخفف أو تقلل من ظهور التجاعد الخفيفة التي تكون بمحيط العين طبعا إذا ما تم استخدام هذا المكون والوصفة ككل بانتظام تثقوا بغناء المكونات بالماء بالبوتاسيوم بالمواد القابضة بمضادة الأكسادة لا يمكن إلا أن يعود بالنفع والنفع الجيد على محيط هذه المنطقة التي غالبا غالبا ما تكون مواد العناية ومنتجات العناية بها باهدة الثمن ولا تأتي أكلها ولا نحصل على نتائج إيجابية باستعمالنا لهذه المنتوجات فأقول دائما كلما اعتنينا ببشرتنا بطرق طبيعية يكون أحسن ويكون تكون النتيجة أجمل وأرواع فأنا نجد معكم المكونات للوصفة أرجع لكم بعد قليل فالوصفة دينا كما تشوفوا أمامكم سنحتاج لمبشور الخيار أنا هنا خديت الخيار بالقشر ديالو فاق سلطونيزيان ودوسته في المبشرة وحكيته في الحكاكة وحصلت على هذك الخليط اللي كتشوفه قدامكم وعنا هنا شاي الأخضر الشاي الأخضر اللي وجدنا به الوصفة ديك المرة فأنا كيعجبني أنني نستعمل معكم شي مكون أو شي مادة ونخرج منها بزرد الوصفة وحكيته في المنتوجات هكا باش كيكون واحد التنوع وهكا الحاجة حسنا شريناها فما كداش لنا وغادي نحتاجه هنا واحد زلافة زلافة اللي فيها واحد المسفاس اللي غادي نصفو فيها هاد الخليط ديال الخيار فاللي غادي نحتاجه هو أننا غادي نصفو هاداك الخليط ديال الخيار وضروري أنه يكون الخليط أو السائل ديال الخيار يكون أكثر من الكمياء ديال الشاي الأخضر وغادي نحتاجه كذلك نسيت هنا ومن وردكم غادي نحتاجه لقطع ديال القطن دائرية غادي نقسموها على نصفين باش تعطينا ذاك 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 الشكل ديال الهلال أو الشكل نصف دائري فضروري أنكم اتخذوا القطع ديال القطن تكون من نوع الجيد حيث إذا كانت من نوع الجيد غادي تقضو أنكم ديروا فيها هذه الفتحة تكون على شكل كيس يعني الغرض ديالنا أنها تكون هكا فمنك تكون القطع دائرية ديال القطن بشكل أو نوع جيد فأكيد غادي نحصل على هداك الكيس هكا فغادي نصفي للمبشور ديال القيار باش نحصل على السائل ونرجع باش نوريكم شنو غادي نديرو بالضبط على شنو من السائل ديال الخيار العسير الخيار غادي نقضو غادي نغمسو فيه قطع ديال القطن قطع ديال القطن الدائري غادي نخلي هم هنا غادي ارتاح وإحطوهم تلاجة ارتاح وحد خمسة ديال دقائق وغادي ناخدو هنا شوية ديال عسير ديال الخيار أو سائل الخيار غادي نخلط الاشياء الأخضر غادي نخلط ونحطو خمسة دقائق خمسة دقائق دقائق فغادي نخرج وغادي ناخدو ديال القطن فتحوها ونعمروا بها داك الخليط ديال الشاي الأخضر والعسير ديال الخيار فأنا وجهت الكمداد وما هدو كما تشوفو اكثر من رائعين اكثر من رائعين وعلى فكرة انا الوصفة مدرتها بحلعة يعني فاشت نبقص على راسيها ثلاث أيام يعني درسها غير درسها على شكل خليط وحطيسها على أسفل العين ديالي وليكي بقيس كنفكر قلت علشت اهما او سحنا نديرو بحل دك اللي كتشوفو دوك اللي كتشوفو اه بحل اه بحل بحل ونقوم بتخلص في صفحة العلبة زجاجية ونخشوفو دكليباتش ونقوم بتخلص اخذر ونقوم بتخلص حصل بالتخلص هي تقنص وقبل يبقى الكريم لكي ستكون معالج او مرتب هنحن نضيف اضافة عجلتنا أنا غير هنا فكريتك بالنقيطات هنا بشوي عليكم على خاطركم باش نتخلي فعل الشيء الأخضر يخرج في حيانيكم ورتاحوا خيال العلمي كما نقول لكم دائما سوف ترى الغاز والتابتداء من اليوم الثالث من الاستعمال 3 أجلتنا يجب أن نضغط على حساب الخيار الذي وجدته ونضغط على حساب الخيار ونضغط على حساب الخيار ونضغط على شغل أسفل العين فقام للوحيد نضغط على حساب الخيار ونضغط على مصحوك ونضغط على جعده ونقوم بتledgeبج أجربتها و إذا أجربتها و إذا تجربتها و إذا أجربتها و أجربتها و لا تتبخلوا على الأصدقاء وأحباب و الناس الذين تعرفوه كاملين و ستنقوم بتشريد الفيديو و تصبح واحد من خلال فيها فيها بارتاجي ستبارتاجي مع الناس كاملين اللي تعرفوهم كذلك في الانستاغرام بارتاجي الوصفة فهكا باش كتعم الفائدة وكلنا كنستفدو يعني الناس اللي كنعرفوهم وانا كنستفدت انا من البرتاج ديال الوصفة بسالي للشرح سياري سبارتاجه ما تنسوش لايك ما تنسوش انني دائما كان بغيكم ونقلب لكم على الجديد وعلى الشياء الجميلة اللي غدي سعود عليكم بالنفع وحبكم في الله تبتم وتابعت اوقاتكم نهاية اصبع موافقة الى اللقاء